ننتقل إلى القدس العربي إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا عالية دقة لمراقبة إيران وسوريا أطلقت إسرائيل قمرا صناعيا استخباريا جديدا مخصصا لأعمال التصوير والتجسس في إحدى القواعد الجوية أو من إحدى القواعد الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأجرت عملية الإطلاق للقمر الصناعي الذي يحمل اسم إيروس سي ثري من قاعدة فندمبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا وذكرت القناة اي 24 نيوز الإسرائيلية أن القمر الجديد يهدف إلى القيام بمهام التصوير لشركة ايماجست انترنشنال الإسرائيلية وضحت أن هذه الشركة تقدم الصور وخدمات الأقمار الصناعية وأنها عادة ما تنشر صور لمدشآت نووية إيرانية أو آثار دمار لمواقع استهدفت أيضا في القصف الإسرائيل على سوريا وذكرت أن القمر أنتجته صناعة طيران الإسرائيلية وقالت أنه متطور جدا وسيستخدم للمراقبة بإمكانيات تصوير مذهلة ويوفر صورا عالية الدقة وذكرت القناة أن القمر جزءا من مجموعة أقمار تجسسية إسرائيلية ووضحت أن القتال الدائر في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في جنوب شرقي آسيا وشرق الأوسط أدت إلى زيادة الطلب على خدمات الأقمار الصناعية كونها تعتبر أداة مهمة لجمع المعلومات الاستخبارية وحسب التقرير الإسرائيلي فإن هذا القمر وقبل نقله إلى الولايات المتحدة كان يخضع لاختبارات نهائية في صناعة الطيران الإسرائيلية اشتركوا في القناة